بلدية الكويت جهاز تنفيذية يراقب ويتابع ويقرر يتشعب بتشعب قطاعاته لا يقبل الفصل في اختصاصاته قول لمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المفوحي ردا على دعوة مختصين في توزيع مهامها البلدية قايمة بدورها في موضوع تخصيص الأراضي وموضوع ارتباط بالمخطط الهيكلي وارتباط بالمجلس البلدي فمن القانون ما يجوز فصل هذا عن هذا وإن أنشئ كيان آخر لازم تغير اسم البلدية تسميها أي اسم آخر ولكن خلاص تكون فرغت من اختصاصاتها الأصيلة ملفات عديدة وقضايا كثيرة تنتظر حسما لقادم أيام لعل أبرزها انتخابات المجلس البلدية وتوزيع دوائره جهاز التنفيذي أعطى للإخوان في الإدارة القانونية ومكتب الفني التوزيع الجغرافي للمناطق وأماكنها ولكن لن ندخل في موضوع توزيعها كدوائر السنوات الخمس المقبلة تضع بلدية الكويت بجهازها التنفيذية ضمن خطة تنموية للقضية الإسكانية نصيب منها فيما الرقابة على الأغذية ورخص البناء وغيرها الكثير من ملفاته ستكون على أجندة تطوير ذلك الجهاز أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس